أمور ماشي بشكل سريع اللايحة بإذن الله بتقربت تكتمل قدامنا حوالي 4-5 تيام الشكل الأكير اللايحة يظهر كل اللي جان شغالة طبعا لجنة الصياغة واللجنة المركزية عاملين مجهود كويس وكل يوم في اجتماعات كل يوم في ورش وبإذن نبدأ بكرة الاجتماعات مع عضا جميع الأمومية على منظر الخميس والجمعة والسبت وبإذن نطلع بحاجة في الآخر تبقى مرضية للجميع بإذن الله كان نسأل آنا إن الشكل اللي طلعي به هو الشكل النهائي لللايحة وكتبت أنا على فيسبوك وأكتر من عضو مجلس إدارة إن لقى وإن دي مطروحة للمناقشة وإن نقطة كتير جدا كان فيها اختلاف عليها مننا كلنا لكن المفاجأة اللي احنا شفناها الكم التفاعل الكبير والكم الرضا اللي بدأنا نشوفه عند الأعضاء من إن كل حاجة بيقولوها بيحصل فيها تغيير أهم حاجة في الموضوع أن احنا نبص على ثلاث حاجات الاختصاصات الجماعة الأممية وقد إيه الليحة دي هتبقى حامية لاختصاصات بتات جماعة الأممية نمرة 2 الحرية بتاعت א�ضاها جماعة الأممية ونمرة 3 كيفية امتلاك الجماعة الأممية لمقدرات النادي الأسي بنشكر راجنة السيالة وبنشكر راجنة المركزية اللي فيها أعضاء من مجلس الإدارة عندنا عملوا مكاوت كبير جدا عم يدار الشهورين تلاتة اللي يفاتوا بالأخص يعني داسو بنزين في الشهر الأكير ده بشكل كبير لأن الكابتن محمود الخطيف في البرنامج بتاعه كان أنه نعمل الليحة جديدة قبل الجماعة أمومية في آخر عشر بإذن الله عملوا مجدودة إحنا ما كناش متصورين أنهم هنلحق بالشكل ده لكن الحمد لله بنشكرهم مبسوطين من فكرة التفاعل من فكرة وجود ورش عمل من الإعلاميين والفنانين والأعضاء العاديين والكتاب اللي بيروح لهم الليحة الحد عندهم كتير منهم بيشاركوا بيبعتوا لنا يعني أنا شايف أن هي تجربة ديمقراطية جميلة نقدم دستور يعليق باسم النادي الأهلي وبنضع الجماعة الأمومية أن هي يبقى عندها الليحة بتاعتها عندنا أندية كتير جدا في مصر خلصت الليحة بتاعتها من السنة اللي فاتت من قبل الانتخابات بتاعتها أندية زي الزمالك زي هليوبلس زي الجزيرة كل الأندية دي خلصت فعيب النادي الأهلي لأي سبب أو آخر أنه ما باش عنده الليحة بتاعته فالموضوع ما هواش مين مع مين ومين ضد مين احنا كلنا مع بعض أن احنا نقدر نطلع حاجة كويسة تليق باسم النادي الأهلي واحنا عملنا يعني اللجنة اللجنة الصياغة واللجنة المركزية صاغوا اكتهدوا أنهم يطلعوا حاجة يعرضوها للجماعة الأمومية وعلى الجماعة الأمومية الاختيار أن هل يحنا نفضل ماشيين بلاحة الاسترشادية فترة تانية ولا خلاص أن احنا يبقى عندنا لائحة بتاعتها موضوع بسيط يعني زي ما بقول كل واحد يبص على لائحة من الثلاث حاجات اللي انا اتكلمت عليهم النمرة واحد زي ما بقول اختصاصات الجماعة الأمومية شكلها ايه نمرة اثنين انت النهاردة حريتك متأيدة ولا لا نمرة ثلاثة انت قادر على التحكم او امتلاك الاسدس بتاعتك جوه النادي ثلاث حاجات دول هم اهم ثلاث حاجات لو انت شفهم هم متغطين بشكل كويس يجب تنزل وتشارك انك انت يبقى النادي بتاعك عنده اللائحة بتاعته وكمان بعدد يكون اكبر من احدتين